وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتباعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 512 قضية تموينية بمضبطات بلغة 170 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 82 طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 30 طن أسمنت كما تم ضبط 57 طن في مجال عدم الإعلان على الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابس تم ضبط 723 قضية من بينها 171 قضية خبز ناقص الوزن و186 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 42 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 370 طن